فريدة أيوبي إحدى الشرطيات التي عملت 16 عاماً في الأنظمة الجمهورية السابقة وما زالت تعمل هي وزميلاتها في المنطقة الأمنية السابعة في العاصمة كابول تقول إن طالبان اتصلت بها بعد سيطرتها على كابول لتعود إلى مهامها في الشرطة لدينا مهام كثيرة أحياناً نقوم بتفتيش المنازل المشبوهة فالشرطة الرجال يقومون بتفتيش الرجال ونحن نقوم بتفتيش النساء كما نقوم بمتابعة القضايا الأمنية والجرمية ثم نقوم برفع هذه القضايا إلى المحاكم باختصار نتابع كل القضايا التي تتعلق بالسيدات في هذه المنطقة السابعة قبل عودة حركة طالبان في الخامس عشر من أغسطس الماضي كان هناك ما يقرب من أربعة آلاف موظفة في الأجهزة الأمنية وبحسب المشاهدة فإن هذا العدد تقلص إلى حد كبير جداً في وقت يعترف مسؤول المنطقة الأمنية السابعة بأن المجتمع الأفغاني يحتاج إلى وجود الشرطيات الشرطة الذكور لا يستطيعون القيام بتفتيش السيدات لا شرعاً ولا عرفاً وبالتالي وجود الشرطيات في الشرطة الأمنية حاجة ماسة الأجور المنخفضة والإفتقار إلى مرافق العمل المناسبة من المشاكل التي تواجهها الشرطيات الأفغانيات خاصة أن معظمهن معيلات لعائلاتهن ولا يمكنهن تغطية نفقات المعيشة بالراتب المنخفض والامتيازات التي يحصلن عليها النساء في أفغانستان اللواتي قررن خدمة بلدهن كشرطة يواجهن قيوداً ثقافية واجتماعية ساحقة كما تم عزل أعداد كبيرة منهن في الحكومة الحالية عبدالله ناذر العربية كابول